السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهوة عايشة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله وتحت الطالب دي العديد من الاخوات غنقدم لكم البايلان البايلان اللي هو طبق اسباني في الاصل بطريقتي الخاصة غديكون فيه مجموعة من فوقيه البحر وكذلك الدجاج وكلاكة جلديدة بزاف وسهلة في التحضير فابقوا معي نشوفوا مع بعض المقادير والطريقة التحضير ويلا عجبكم الفيديو فما تنساوش تبارتاجيو مع الاصدقاء ديلكم اللي تعمل فائدة على الجميع والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد ونبدأوا على بركة الله بالنسبة المقادير فغادي نحتاجو الميتين وخمسين جرام ديال الروز يكون من نوعية جيدة انا هنا استعملت الروز البسماتي عندي كذلك ميت جرام ديال الحوت الابيض اللي بإمكانكم استعملوا اي نوع ديال الحوت اللي كيعجبكم او اللي متوفر عندكم بالبيت انا هنا يا عندي ميت جرام ديال الاسبادون اللي قطعتو قطع صغيرة مكعبات صغيرة عندي كذلك ميتين وخمسين جرام ديال الكروفيت اللي خديت نصف ديالها وزولت ليه القشرة دياله كيف ما كتلاحظوا معايا ونصف الاخر خليتو بالقشور دياله باش غادي نضيفو في الاخر من الفوق عندي كذلك واحد شوية ديال بوزروك تقريبا ميت جرام ميتين جرام ديال الكالاماغ اللي قطعتو دوائر صغيرة كي كتشوفوا معايا على هات الشكل وكذلك ميتين جرام ديال صدر الدجاج اللي قطعتو قطع صغيرة بإمكانكم تتعملوا الجناح والفاخد لحسب المتوفر عندكم بالبيت بس لا صغيرة مش للدرقيق القليل من زيت الزيتون عندي ايضا فلفلة حلوة صفرة والحمرة مقطع مكعبات صغار وجوج وراق ديال سيدناموسا بالنسبة الخضر فكيبقى اختياري بإمكانكم تضيفو اي نوع ديال الخضر اللي كيعجبكم عندي كذلك جوج دروس ديال التومة محكوكين وغنحتاجو ايضا ملعقة كبيرة ديال التوابل ديال البايلة الملحو اللي بزار طبيعة الحال والماراق ديال السامك اللي وجدته من قبل درت لي ترمين الماء وضعتو في إنكاسخول وضفت لي قشور ديال كوفيت اللي نقيتو ودرتو يغني مع ورقة سيدناموسا ودرس ديال التومة ونحصلو على الماراق ديال السامك وندوزو باش نشوفو طريقة تحضير غنناخدو ميقلات اللي غادي نطيبو فيها البايلة ديالنا وعلى النار متوسطة غادي نوضع فيها القليل من زيت الزيتون وغادي نضيف عليه صدر ديال الجاج اللي قطعتو قطع صغيرة كي كتشوفو معايا وغادي نضيف كذلك جوج دروس ديال التومة محكوكين أو بإمكانكم تعودوها بالقليل من بودرة التوم وغادي نخليهم يتقلوا شوية في ذاك الزيت بالنسبة للمقلات فماشي ضروري تكون خاصة بالبايلة إنما متوفرش عندكم بإمكانكم تطيبوها في أي مقلات فكتجيزوينة صافي غادي نخلي ذاك الدجاج يتقلم زيان ما نطيبوش بزاف حين تشباقين غادي نضيفوه يطيب مع الروز بعد ما تقللي يتجاج غير شوية ماشي بزاف حمرتو من الجوانب غادي نوضعه في ناسية على جن ودائما على نار متوسطى وفي نفس المقلات غادي نوضع الكخوفيت غادي نبدأ نقلي الكخوفيت اللي منقين طبيعة الحال غادي نسلطيهم غير واحد شوية لدينا هم محافظين على الحجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضع القليل من زيت الزيتون اضع القليل من زيت الزيتون اضع القليل من الملح اضع القليل من الملح اضع القليل من الفلفل الاسود اضع القليل من الملح تقريبا 1 ثلاثة ديال بقائق بعد صوتات الليجوم نضيفه على جنب نضيفه على جنب حوت الأبيض قطع صغيرة نضع قليل من زيت الزيتون نضيفه 1 دقائق حوت الأبيض نضيفه فقط بالدجاج نضيفه 1 دقائق نضيفه و نضيفه و نضيفه 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 النجو إلى جنب و داءما منذ المقلات نضيفه باللسطور خلال روز 250 غرام نضيفه 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 1 دقائق نضيفه نضيفه لأنه صحيه ويضيفه لديه طيب نضيفه نضيفه لنضيفه نضيفه نضيفه باقي المكونات نضيفه نضيفه لانه نضيفه 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 باقي المكونات دائما مع التحرك حين الاخر نضيف الحوت والدجاج نضيف الكروفيت والدجاج نخلط المكونات كلها نضيف الدوائر نضيف الكروفيت والدجاج نضيف الكروفيت والرز نضيف المكونات كلها نضيف ملعقة كبيرة نضيف الكروفيت والدجاج نضيف الكروفية نضيف الكروفيت والدجاج قياس نضيف القليل من الملوين غدائي نضيف النون الأصفر نضيف القليل نضيف المرق نضيف المرق نضيف المرق نضيف الماء الساخن نضيف الماء الساخن نضيف الماء الساخن نضيف الماء العام نضيف الماء الساخن نضيف الماء الساخن نضيف الماء الساخن стقف 정لي وermanب Bluetooth البعيلة هي طابت زينتها من الفوق بالحمض نتمنى ان الوصفة اليوم تكون نالت الاعجاب لكم وتجربوها فاكيد اكيد ستعجبكم وكيف تشوفو معايا كتجي الديدة ورائعة وسهلة في التحضير ما كتاخد لناش الوقت بزاف وكذلك الروز كي كتشوفو معايا فما كيجيناش مع الجن وشارب مزيان ذاك الماراق اللي ضفنا ليه وكذلك الطريقة اللي قلته بها في الزيت قبل ما نضيف ليه باقي المكونات خلته متعجنش كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم وإلى عجبكم الفيديو فما تنسوش تبارتاجيو مع الأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع والدعموني باللايك ديالكم والاشتراك في القناة إلا كنتو اول مرة كتزوروها وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد وإلى اللقاء في وصف قديمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر